التطوع ترى شي جميل حق الناس اللي فعلا يعني اللي تبي تعرف الحياة بمختلف زواياها ومنظورها بحلوها وبمرها تروح تطوع لأن احنا عندنا هني أغلب الشباب والبنات كشي متوفر لهم بمختلف الجنسيات بمختلف الأفكار المذاهب كل شي متوفر فيحسون بالملل لكن سبحان الله ترى من خلال التطوع يكتشفون ووجد أشياء يعني أنا بالنسبة لي بلشت تطوع من 2011 في جامعة قطر مع مختلف أنشطاتها تعرفت على مختلف أنواع الناس فهمنا أنواع الأفكار أنواع الشخصيات التحديات المشاكل فعلا لي قالوا الشخص علشان يتغير ويصير شخص أفضل يتطوع وما ينطر مقابل في بعض الأمور أوكي ممكن نقول تستاذ المقابل لكن التطوع أصلا أساسا ما تنتظرين منه مقابل أنت قاعدة تسوينا لخدمة المجتمع مثل ما أشاد استاذ ناصر بخصوص هالموضوع فسبحان الله ترى يعني التطوع يلعب دور كبير في سقل الشخصية كأنك كريستالة فكل ما تطوع سقلك دخلت في حديات اشتغلت 12 ساعة تعرفت على واجد ناس رحت وخذيت وعطيت سبحان الله تطلع هالكريستالة هذه تلمع فالناس تشوفك لأنها تبيك فداما أنا أقول تطوع علشان أنت تتعلم مش علشان تنطر موضوع مادي أو ما إلى ذلك ترجمة نانسي قنقر